السلام عليكم ورحمة الله نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة اليوم اجبت لكم واحد الوصفة جيد جيد جيدة رائعة وصفة زوينة بزف لو كنت كن هدر علي بانها زوينة بزف اراها اصلا زوينة بزف هاد الوصفة فكرتنين فيها واحد البنت ان شاء الله يكتب عليها بخير وعلى خير غدي تكون عروسة يعني غدا تزوج وجات عندي باش ندير ليها هاد الوصفة وكذلك غدي نشارك معاكم جميع الوصفات اللي غد ندير معاها وكذلك غنشارك معاكم واحد تبريمة رائعة جدا والبنات من المكونات ديال هاد الوصفة غد تعرفوها بانها وصفة زوينة بزف المكوين الاول اللي غادي نديرو هاد الحجرة اللي كتشوفو هادي مشا حجرة كما كتشوفو فيها راها فازقة وانما هادي الكتيرة الى كنتو كتسمعو بيها الكتيرة وهادي را كنت انا تقريبا لمدة تم شهور ولا اكتر وهي عندي في الكونجيلاتر لاناني قدرت منها في واحد الوصفة وبقيت عندي هاد الكيميه وانا كان ديالا بهد الشكل كنرطباها مرة واحدة وكنخليها بهد الشكل باش تبقى عندي فوقتاش ما بغيت نجبدة نجبدة متلا انا ندابا هاد الكتير اللي عندي فهاد ذليفة راني جبت كانو جوج ديل طروفة جوج ديال الحجرات بحال هكذا لدينا مقونات ويجبت حجرة وخليت وقت حتى تلقت ديكونجولات وخلطتها بالملعقة ودرتها في زليفة باش غادي نبدا معاكم هاد الوصفة ثم كذلك البناتي لشريتوا هاد الاكترارة عندها بزف ديال الإيجابيات بزف ديال الإيجابيات إذاً غادي تشدوها وتقدوها كيفاش غادي تدري لها؟ غادي تخوضي واحد الكيميات ديال الإيجابيات وغادي تضيف اليها الماء وتخليها تباد ليلة كاملة كتصبح على هاد الشكل من بعد غادي تقسميها ودريها في بلاستيكات ودريها في الكنجيلاتور رات كتر من 8 شهر وهي أنا عندي في الكنجيلاتور وفاش كتجبدي وقد ديكنجولة كترجع عادي كيف ما كانت إذاً سهل عليها ماشي بحل دبا إلا كانت عندي هي بقى حجرة بقى قصحة إلا درتها رخص ننسينا على تقريبا 11 دسواع على الأقل 10 دسواع باش تقال لأنها تتكاتر حجرة صغيرة وكتعطي كمية كثيرة لذلك فهي الاسم ديالها كثيرة لأنها تتكاتر كتكاتر حجم ديالها كيزيد أنا مثلا هاد الحجرة الأخرى غاد نرجعها في البلاستيكة ديالها ونديرها في الكنجيلاتور ونخليها حتى الان شاء الله شينهار نشارك معاكم وصفة أخرى ديالها بالنسبة للبشراء هادي ما غاد ما كتدير لريح في الكنجيلاتور ما كتخسر ما كتغمل موال وكتبقى بحال هكذا إذا انتها بغاد نرجع الكنجيلاتور ونرجع باش نكمل معاكم هاد الوصفة الرائعة غادي تقولولي سعاد هاد الوصفة غاد تتنبت لينا الخلفة هاد البنت اللي بغاد تدير للعرس كان مؤخرا تساقط لها شوية الشعر ديالها ولا الشعر ديالها خفيف وغادي تدير هاد الوصفة ان شاء الله تقريبا عشري ايام غادي يرجع لها شعرها على الأقل ما هو ما غاديش ذاك الخلفة اللي ناضت ما غادش طوال وإنما ما غايبقوش عند ذاك الفراغات وكي طول الشعر اللي طوال غادي يزيد يطولو والشعر اللي ما كانش يعني خفيف ذاك البلاس اخوات اش غادي دير غادي يجيها ذاك الشعر ديال اللي بيبي ذاك الصغور اللي كيكون نايدة بحال هاكدا انا هاد الكمية كيف ما شفتو اره تقريبا الربع الملاعق ديال الكتيرة ضفت علاجوش ديال الملاعق كبار ديال زيتون مقونات سهلة بالنسبة العروصة وبغا تقدش عرها ولا واحدة بغا تقدش عرها تقريبا تكون سيدة هكدا شعرها تساقط لها بسبب من الاسباب سواء بمرض الله نجينا ونجيكم مثلا فقر الدم ولا انها كتخد البوليل موانع الحمل حتى هما كي يخفو لنا الشعر كيتساقط وكيولي خفيف كيولي في فراغات شوفوا فاشا ندرتها في هكدا طحنة كهربائية وضفت علاجوش ديال الملاعق نصف الكيمية ديال زيت وطحنتها مزيان شوف كيفش كتولي شوفوا هالبنات كيفش كتولي هاد الكتيرة هي اصلا سميتها كتبين بانها اصلا سميتها اصلا سميتها شوفوا كيفش كتولي كتولي بحل واحد لاماس واحدة موانا غادي نجبدها لكم باش تشوفوا نجبد لكم هاد الطريف اللي تجمع هكدا المصر شوفوا كيفش دير غادي الان ايقافة وهي اصلا لغول ديالها هوا كتكتر قلت لكم هاد البنت غاديت اديرها وغاديت اديرها لمدة سبع ايام وعشرا ايام اضفت 1 لابوكا اضفت 1 لابوكا اضفت الماء اضفت الماء اضفت الماء اضفت الماء تشرب الماء تكونجولة 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 وشيشة يعني انها ستعطينا واحد القوام اللي هما يجونا بحل واحد الكريمة سوف يضيفت هذه الفوكال اللي صغيرة ولا تضيفو غير جوش على حسابي طول الشعر والكتفة وكيف ما قلت لكم لا تستعمل واحد لابوكا وبانانا تخذ جوش البانانات مهم اللي كان عندك سوف يطحنهم جسم واحد هاد العروس اللي انا كان وجد لي هاد الوصفة ما عندهش بزاف ديال الوقت على العرس ديالها وما كانت مجدل والو دابا هاد الوصفة نقدر نديروها ثلاثة الخطرت في الأسبوع الا ان هاد العروس غادي تديرها يوميا يوميا غادي تدير بحال هكدا هاد الوصفة وفواحد المدة ديال الأسبوع ولا ديال عشرة أيام كان عرفو العروس تحتاج انها تدير كيراتين ولا تدير بروتيين ولا تدير ديفريزاج هاد العروس ما غاديش تحتاج شوفوا الوصفة كديرة وشفتوا مكونات اللي فيها ما غاديش تحتاج نهائيا انها تدير شي حاجة باش تطب شعرها غادير هاد الوصفة يوميا حتى انتو ميلة كان عندكم النفاس كنتي عروسة ولا ماشي واخا ما تكونيش عروسة نديري هاد الوصفة يوميا لمدة أسبوع ورجعيلي في التعالق وقلولي النتيجة هنا ضفت واحد الياوورد طبيعي شفتوا انا ضفتك الياوورد اللي كيكون القوام دياله وخاتر شي شوية مهم من الاحسن انكم تديروا الوصفة كيف ما درتها انا بهاد الطريقة وبهاد المكونات وبهاد الطريقة راه هكا تستق مية في المية وكيف ما قلت لكم هاد العروس ان شاء الله انا اللي نتبعها غادي ندير لها وصفات اخرى للبشرة وصفات القديمات وغادي ندير معها الوصفة اللي غادي من ورا هاد الوصفة وغادي ندير معها واحد التبريمة اللي انا بحرة شريت لها المكونات ديالها او بالاصح هي قلت لها تجيب لي المكونات ديالها ومشا تشريتهم و جابتهم وغادي ندير معها واحد تبريمة كيف ما قلت لكم ما عندهاش الوقت في مدة اسبوع فقط غادي تولي بالله هتشعل تبريمة جدا رائعة وسهلة ما غالياش بزاف مهمة هي شريت لها المكونات اللي غادي تدير في 7 يام و 10 أيام كاملين يعني غادي نوجدوا هاد المكونات كاملين وغادي تجغر تخلطها و تديرها من بعد ما طحنت هاد المكونات اللي انا كن هدر و انا كن طحن في هاد الوصفة ديال الشعر اللي هي كتملأ لنا الفراغات شوفوا البنات الوصفة كديرة كتملأ لنا الفراغات و كتقونا الشعر والجميل في الامر كترطبو كي يقول لي حرير ناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اشتركوا في القناة كونات ديالها الكتيرة اللافوكا الموز زيت الزيتون ويوورت عاقد فقط تحسبيهم خمسة على رؤوس الأصابع عندك النفس كيف ما قلت لكم تديريها يوميا وخا ما تكونيش عروسها هادي تشوفي الشعر ديال كيفش غاديولي وخلاص الى تبعتها ما بغتيش ديرها يوميا ديرها نهار ونهار الله انا كنقول ان البنات يديروا نهار ونهار الله بالشعر ديال متسترح هاد العروس بغتديرها يوميا عندها النفس وكتعرفوا فاش كتكون واحدة عروس كتبان زوينة اذا عندها النفس بشديرها يوميا غادي تعطيها واحد نتيجة رائعة زوينة بزاف طريقة بش غادي تديرها غادي نقولها لكم من بعد ما غادي نوريكم المكونات اللي شردت ليا اللي جابت اللي وصيتها بشجيب هنا واحد الكيميه كثيرة ديال الحنة هادي التبريمة اللي غادي تسقلها غادي تخلي هاد العروس ان شاء الله لكمل عليها باخير غادي تخلي البشرة ديالها تكون مسقولة ورطبة مهم هنا الحنة خديتها قلت لها جيبها ليا ورق وهنا عندي الأرز عندي الحلبة عندي هنا اليازير وعندي العرعار ومكونات اخرى وهنا عندي صوجة وعندي شبة وهنا عندي الحمص الحمص المطحون وغادي نضيف النيلة وغادي نضيف مكونات اخرى بحث سابول البلدي يعني هاد تبريمة جد 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 غنية وفي هاد الاسبوع اللي عندها ان شاء الله اللي يكمل عليها باخير غادي تولي البشرة ديالها ناعي مورطبة وغادي تصفي لها البشرة وماشي غير هاد المكونات اللي غادي تدير مكونات اخرى غا نضيفه وطريقة انها ما غاداش تديرها يوميا وتغسل ودير وتغسل لا غادي تشوفوا معايا الطريقة يلا كتبوا الله وانا بغيتوه ودخلتوه بغيتوه تشوفوا التبريمة من بعد ما اعطلكم هاد الواجيز عن التبريمة غادي رجعوا الوصفة ديالنا غادي تديرها على شعار نقي بالنسبة لهذا العاروس المرة الاولى غادي تديرها على شعار تغسله والمرة التانية ما هي غادي تديرها يوميا غادي يكون شعارها يوميا مغسول علاش غادي نديرها على شعار نقي لانها ما فيها شزويوس بزاف لانها كلها فيتامينات بغينها هاد الفيتامينات كلهم يتشربوا الفروة ديال شعار ديالها والشعار ديالها وبغينها ديك الكثير تلعب واحد الدور يكون زوين بزاف انها تقويلها الشعار تطوله وغادي ترطبه وغادي يملأنا الفراغات ومع البودة مع المدة غادي يطوال هاداك الشعار المهم كل حاجة احسن من الاخرى غادي يرطب مزوين وغادي ينوضنا هاداك الشعار ديالي بيبي نتمنى انكم تديروا هاد الوصفة تجربوها غير مرة واحدة وترجعوا لي في التعاليق تقولوا لي واش عجبتكم ولا لا هاداك الشعار هاداك الشعار هاداك الشعار تجربوها لمدة عشرة يام ولا أسبوع لأقل أسبوع ولكن انتي غادي تديرها بحال هذا العروس غادي تديرها يومياً لمدة أسبوع تقولوا لي علش قلتي مرة واحدة قلت مرة واحدة لأنه من الاستعمال الأول كتبلك النتيجة من الاستعمال الأول غا تبلك واش انتي غا تدومي عليها مش عرك يتقن واللارة ما كي نحت شي نتيجة نتمنى انكم تجربوها وترجعوا لي في التعاليق تديروا لي لايك واحد لكمونتر زوين وتتبعوا معايا ان شاء الله هادا الأسبوع را غادي نبقناتكم هاد الوصفات اللي غا ندير هادا العروس كاملين وان شاء الله يكتب الله ويصد الله الأمور غا دا نعطيكم حتى يعني هادي نشارك معاكم حتى الاحتفال ديالها دعاء ازاد يعني جميع الاستعدادات والاحتفال غادي نشاركه معاكم واخيرا نتمنى لكم التوفق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته